هنيئا للشعب المغربي وهنيئا للشعب المصري ايضا يمكن يا جماعة احنا هنا عندنا رسالة من بدري ان كرة القدم بتقرب كرة القدم بتضم كرة القدم تقدر تخلينا نبقى كتير جدا بنفتكر حاجاتكم ننسيناها وانا قلت هنا قبل كده ان زي ما كرة القدم في وقت بعدت بنا شوية وفرقت بنا شوية هي قدرة كتير جدا تقرب بنا تاني لو احنا قدرنا ده ولكن انا عايز اروح لرسالة مباشرة يمكن الناس بتقول ده وقت الفرح اكيد هنروح لصور فيها افراح ولكن انا برضو معني بمنتخبنا المصري ومعني بحاجات كتير جدا بالعكس انا شايف دي اللحظة اللي لازم تتقال فيها ودي اللحظة اللي لازم نقف قدام نفسنا فيها ودي اللحظة اللي لازم نسترجع فيها ده لما قلنا ان وحية حليلو زيتش كان موجود في فترة من الفترات كمدرب للمنتخب المغربي كان شيء مهم جدا ولكن انت عندك منتخب المغرب في لحظة من اللحظات كان عنده رئيس اتحاد زي ما بيتكلم كل المغربة دلوقتي شاف ان هي دي اللحظة بتاعة التغيير حتى لو انت عندك مدرب كبير ليه؟ لان دي مخاطرة محسوبة وامتى تديك كريدت دلوقتي لما طلع قراره كان فيه رؤية راح شاف الركراكي شاف بعض المشاكل ونجم زي زياش زي ما اسامة قال لكم وبعض الأمور التانية اللي خلت مش بس الخروج من أمم أفريقيا لا اللي خلت هو شايف الخطوة الجاية المغرب ممكن تطلع فيها أداء مشرف وبروفو والناس تسقف ولكن انا مش عايز كده انا عايز تجربة فيها روح مختلفة وكان دا كلمة السر الروح هنا البعض حييجي يتكلم أصل احنا هنا داخليا والأندية والجمهور انسوا عندك الجمهور المغربي جمهور متحمس جدا للأندية المغربية وجمهور الوداد والرجاء دايما بينهم منافسات وإعلام الوداد والرجاء بينهم منافسات وكلنا عارفين دا ولكن المسؤول بتاع اتحاد الكورة هو عارف عنده ايه؟ عارف انه راح جاب الركراكي واستغل كان احد الاسباب اللي ايضا خلت القرار يكون فيه اريحية حتى لو كان فيه رؤية لده انك تروح تجيب الركراكي اللي فاز بدور ابطال افريقيا على حساب النادي الاهلي ويبقى الشارع المغربي شايف ان المدرب دا عنده حاجة كبيرة حتى لو ملوش تاريخ في تدريب المنتخبات الوطنية حتى في مراحل الناشئين كمدرب ولكن فيه هنا رهان مفيش نظرية ان انا اجي اجيب مدرب مصري زي ايهاب جلال في لحظة من اللحظات وبعد ما مشي كيروش واقول ان دا المدير الفني اللي انا مقتنع به طيب وتقدموا للرأي العام كده ثم بعد فترة وجيزة جدا وفترة قليلة جدا تؤكد ان لا فيه تخطيط ولا فيه دراسة ولا فيه تحديد للأهداف تيجي تقول انا خلاص ايهاب جلال دا مش عايزه اصلا انا جبته عشان وقتها كان معناس يقول انجيب مدرب اجنبي ليس هكذا تدار كرة القدم ليس هكذا المنتخبات تصنع شأن ممكن تنجح اه ولكن هيكون نجاح الصدفة ايس كمان يمكن البعض لا انا بربط شوف مسندة الاندية المغربية اه انا اختلف وكان عندنا موقف مع الوداد وعندنا موقف مع الاتحاد المغربي ولكن انت بتشوف ازاي انا مش عايز اخد حق مش حقي ده على هل الديني حقي شوفنا هنا ان حتى الاندية اللي انت تقدر تدعمها ما كنتش بتدعمها وكنت بتسيبها تخفق وبالبالعكس بتشارك في اخفاقها كل ده لازم نحاسب نفسنا عليه لو عايزين نشوف نفسنا في المونديال القادم بنعمل حاجة لو عايزين نشوف تاريخ بنصنع في حاجة لو عايزين بجد ما نقعدش نتفرج ونكتفي بمشهد المتفرج اللي بيسقف للمنتخب المغربي وعايز يشوف منتخب بلاده بيعمل حاجة يبقى هي دي اللحظة اللي لازم نحاسب نفسنا كتير وافتكره يوم ما حد موجود في الرياضة قدم استجواب كان عن اقاف لاعب زي شكبالة وهنا انا ما بتكلمش عن اللاعب خالص ولا بروح لنادي ولكن بتكلم عن فكرة احنا مهمومين بايه احنا مهمومين ان حتى يوم ما بنقدم استجوابات مش عشان ازاي نطور الكرة المصرية احنا عشان ازاي لعب يتوقف وعشان لعب ما يتوقفش واعتقد دي اللحظة اللي لازم نراجع نفسنا فيها لان زي ما انا فرحال للمنتخب المغربي وسعيد من قلبي مهموم بمنتخب مصر والحقيقة طبعا كلنا بنبقى مهمومين بمنتخب مصر لكن احنا عايزين نشارك المنتخب المغربي يعني افراحه بالوصول اللي بالتأكيد لو كنت سألت وليد الريكراكي نفسه او اتحاد قرة القدم المغربي نفسه قبل البطولة ما كانش هيحلم ابدا ان هو يتواجد فيه المربع الزهبي والقصة اه زي ما قال فارس قصة ادارية ولكن لازم نحط برضو نقط داخل اطارها الا وهو الاحتراف اللعيبة اللي موجودين النهاردة في المنتخب المغربي لعيبة محترفين في دوريات كبرى عندهم ثقة في انفسهم كبيرة جدا زم له المنتخبات او لعيب المنتخبات اللي واجهوها سواء البرتغال او بلجيكا او اسبانيا اللي هي المنتخبات القوية اللي واجهوها وقدروا ان هم خلاص خدوا حساسية المباريات دي احنا عندنا لما بنيجي نتكلم عن محترفين بنتكلم عن محمد صلاح فقط لغير جزء ايضا ساعد المنتخب المغربي وهو اللعبين اللي نشأوا ضمن دوريات اوروبية من البداية فكان عن ضمن ثقافة اللعب مع اعتى المدارس القروية في العالم الجزء الاخر اللي لازم لا نخفله على الاطلاق ان كمان البطولة منظمة على ارض عربية وبالتالي المنتخب المغربي هو المنتخب العربي الوحيد الذي استغلق خاصية الارض والجمهور كانت موجود المنتخب السعودي كان يقدر يستغلها ويذهب بعيدا ولكن بعد الفرحة والفوز على الارجنتين تغاضت احلامهم وبدأوا يفكروا في انهم فازوا على الارجنتين فخسروا المغراتين التلاتين وخرجوا من البطولة رغم عندهم فريق او منتخب كان يقدر يستغل الارض والجمهور ويكمل كل دي ظروف ساعدت على النجاح الظروف دي كنا محتاجين جدا جدا المنتخب المصر يكون متواجد فيها وارد جدا البطولة دي لو بتتلعب في روسيا او بتتلعب في الدولة اوروبية ما كانش يقدر المنتخب المغربي يصل لهذه المكانة بالتأكيد الجمهير في المدرجات والحماسة القوية في المدرجات وصلابة الدفاع والروح القتالية اللي موجودة مع المنتخب المغربي مع التوفيق وعمل التوفيق ايضا وصل المنتخب المغربي لهذه المكانة الكبيرة ان انت تكون ضمن المربع الزهبي في كأس العالم ده موضوع مش سهل موضوع كبير جدا لكن اكيد اخطاء الاتحاد المصر للكرة القدم واضحة للجميع لكن الاتحاد المغربي اه اشتغل وكمان الظروف اللي كانت مساعدة البيئة المغربية وبيئة اللاعبين اللي نشأوا فيها والاحتراف لمعظم لعبي المنتخب المغربي فرقت كتير جدا جدا في تحقيق هذا الانجاز والتوفيق راح للمكتهد والمكتهد النهاردة كان المنتخب المغربي زي ما كان مكتهد جدا في المجراء الماضية امام المنتخب الاسباني يمكن كرة واحدة جات في القائم في الديئة 120 كانت ممكن تطيح بالمنتخب المغربي بره وكان كل القصة الصعود لدور الستاشر وده اللي كان منتظر من المنتخب المغرب فلا نخفل عامل التوفيق عامل الارض احتراف اللاعبين والبيئة التي نشأوا فيها الاوروبية اللي ساعدت كتير جدا انهم يتأقلموا مع مثل يزيل مرات ويكون عندهم ثقة ويكون عندهم تقل في الملعب بلغة الكرات اشتركوا في القناة